عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في قضية عياش وآخرين استمعت خلالها إلى إفادة شاهد سري عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وتتمحول إفادة الشاهد حول عملية التعارف على الهوية وهو سبق وأن أدل بإفادته مرات عدة وعمل الشاهد لعدة سنوات في شركة سامينو التي يملكها سامي عيسى المتهم باختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي يعتقد مكتب الادعاء العام أنه مصطفى بدر الدين وقد حدد الشاهد الفروع المختلفة لشركة عيسى وأعطى وصفاً للطريقة التي كانت تسير فيها الأعمال ومسؤوليات مختلف الموظفين في الشركة كما أفاد الشاهد أن عيسى كان محاطاً ومحمياً بعدد من المرافقين الشخصيين وأعطى وصفاً للمرافقين والسيارات التابعة لعيسى ولفت الشاهد إلى أن الجميع كان ينفذ أوامر عيسى وهو كان يدير كل شيء ولكنه لم يكن يرغب بورود اسمه في المستندات الرسمية ما دفع بالشاهد إلى الشك بأن سامي عيسى ليس اسمه الحقيقي ما هو الاسم الذي استخدمه الإعلام بالنسبة إلى هذا الشخص الذي أعرفته أنت على أنه سامي عيسى الاسم الحقيقي الذي يبين على بالآخر هو مصطفى بدر الدين كان لنا شك أنه ليس بس نحن على مع شخص بس بيشتغل بدها وزود الشاهد للدعاء برقم هاتفه ورقمي هاتف شخصيين عائدين لعيسى كما أعطى الشاهد وصفاً لعيسى قائلاً إنه كان يعرج على ساقه اليمنى كما تعرف الشاهد على سامي عيسى في عدد من الصور ولقطات الفيديو التي عرضها للدعاء عليه وبعد الانتهاء من إفادة الشاهد تمت مراجعة ملخصات عائدة للشهود قدموا إفادات سابقاً في المجال نفسه